لكن في النهاية يبقى صلاح واحد من أهم رجوم الكرة في العالم وأنا أجيب لكم الحقيقة النهاردة واحد من أساطير كورتسالة الأمريكية اللي قال تحديدا في تصريح ليه أنه بيشجع ليفر بول عشان خاطر صلاح وأنه تأثر جدا بالحاجات اللي بيعملها صلاح في بلده في مصر أسطورة كورتسالة الأمريكية ومدرب فريق الجولدن ستيت ووريورز ستيف كير قال أنه الحقيقة معجب جدا بشخصية النجم المصري محمد صلاح يمكن كان حصل مقابلة بالمناسبة هو كان زار فريق ليفر بول في ملعب التدريب وقابل عدد من اللعيبة منهم صلاح منهم فان دايك منهم أليكساندر أرنولد وتقابل مع يورجين كلوب والكلام الحقيقة يمكن كان بعد المقابلة دي في تصريحات لشبكة ESPN وقال أو تكلم تحديدا على نجم العالم نجم الكرة العالمية مش بس المصريية محمد صلاح وقال حقيقة أنه بدأ أنه يتابع الدولة الإنجليزية يمكن من حوالي خمس أو ست سنوات وقابل أو شاف يعني محمد صلاح وهو بيلعب وابتدى يقرأ عنه حاجات كتير جدا شخصية صلاح بر الملعب على حد تعبيره يعني بيقولون شخصية صلاح بر الملعب هي اللي لفتت نظري جدا صحيح هو نجم الكرة مهم جدا ولعب كرة رائع جدا لكن كمان لما قريت عن شخصيته وعن اهتمامه بولاد بلده وعن إسهاماته وعماله الخيرية اللي هو بيعملها في بلده في مسقط رأسه في نجريج الحقيقة لفت نظري جدا وعرفت قد إنه هو محبوب في بلده مصر ومحبوب جدا 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 في إنجلترا وأنا أعرف ناس يمكن راحة ليفر بول في أكتر من مناسبة بمجرد ما الناس في ليفر بول بتعرف أنه هم مصريين يقفوا يتكلموا معهم على طول ويحكي لهم على محمد صلاح صلاح بقى حالة ملهمة الحقيقة في إنجلترا بشكل عام وفي ليفر بول بشكل خاص وقال كار أنه ده الشخص المثالي اللي أنا أرغب جدا فيه متابعاته وفيه تشجيعه وخصوصا لما بيلعب أو من أول ما بدأ يلعب مع ليفر بول بأيت أنا كمان بشكل عام النديد